بائم طهارين روائع تابعين الجميل اللي ناس كان عايشين فيها اللي اتربوا من ايدين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واللي ما زاروا في جيل الخيرية الجميل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم خيروا الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم احنا النهاردة الحلقة رقم ثلاثة في حياة النجاشية هذا التابعي الجليل اللي بجد بجد لازم تحبوه من كل قلوبكم خدم الإسلام خدمات يعجز الانسان يقعد يصف عشان كده مطولين شوية معاه احنا ذكرنا مجموعة من الشخصيات والنهاردة حلقة رقم ثلاثة في النجاش الواحد ونطول فيه شوية وعشان حبيبنا اللي لسه ما شافوهش حلقات النجاش هقول لهم اختصار سريع جدا جدا عن النجاش علشان يكملوا معانا ان شاء الله في عجالة سريعة حبيب قال به النجاشي مش اسمه النجاشي النجاشي ده لقب لأي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشة بيلقب بلقب النجاش زي ما اي واحد يمسك بلاد الفرس بيلقب بلقب كسرة واللي يمسك بلاد الروم يلقب بقيصر فالنجاشي مش اسمه النجاشي ولكن لقب اي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشة في الوقت ده كان بيلقب بلقب النجاشي قصة النجاشي بتاعنا بقى حبيبنا اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان فيه مرسلات ما بينهم ومن بعض ده كان اسمه أصحامة ابن أبجر احفظوا الاسم ده كويس أصحامة ابن أبجر أصحامة ابن أبجر ده أبوه بقى أبوه كان هو النجاشي الكبير بتاع بلاد الحبشة كان هو إيه؟ كان هو النجاشي بتاع بلاد الحبشة هو حاكم بلاد الحبشة وما كانش يملك من الدولة دي غير ابنه اللي هو أصحامة ابن أبجر ففي يوم من الأيام اجتمع بعض الشياطين الإنس من الغزراء والحكماء بتاع البلد هناك في الحبشة وقالوا يا جماعة ما ينفعش أن الراجل ده يفضل على طول هو النجاشي لأن ده ما عندهش غير ابن واحد يعني هو لو مات وابنه مسك بعدين لو الابن مات خلاص انقطع الملك في الأسرة ديت هتضيعه هتبقى فيه مشكلة ويحصل مهاترات ومشاكل بين الشعب فالأفضل نحن نخلي واحد يكون عنده عزوة وعنده أولاد هو اللي يمسك الحكم قال له طب مين اللي يمسك؟ قال له أخوه أخو النجاشي أخو النجاشي اللي هو عم أصحامة ابن أبجر ليه؟ قال له عشان عنده 12 ولد فلوه مات ففيه ابن يمسك الولد ده مات اللي بعده يمسك عبال من عد الـ 12 هيكونوا خلفوا وعندهم كبروا يمسكوا مكانهم يبقى العيلة متواصلة والحكم فيه له شوكة وقوة في بلاد الحبشة قال له خلاص طب نعمل موضوع ده إزاي؟ قال له نقتله قال له نقتله قال له نقتل النجاشي اللي هو وارد أصحامة ابن أبجر طب نقتله إزاي؟ قال له حكنا أخوه فرحوا الأخوه اللي هو عم أصحامة وكلموه وقال له إحنا شايفين أن أنت أول واحد بالحكم وأن أنت لازم تمسك البلاد دي مصطحة البلاد ولو ما عملاش كده ممكن نقضى عليك أنت وعيلتك ولا أقول لك طب نتكلمك بأسطوب تاني مصطحة البلاد يا أخي فقعدوا يكلموه عن مصطحة البلاد والعباد في الآخر بعد ما لقى الدنيا زغلرت في عينه كده وتنازل عن كل حاجة ونس الأرحام ونس الصلة والمحبة ونس أخوه ونس كل حاجة وقال لهم خلاص يقتلهم راحوا وعملوا حاجة زي كتيبة الإعدام وجاهزوا مجموع من الشباب الأقوياء ومعهم الرماح والسيوف واقتحموا الأصر في الوقت ده كان أصحم ابن أبجر اللي هو النجاش بتاعنا اللي يبقى النجاش بعد كده اللي احنا بلاحكي قصته كان لسه طفل صغير كان نايم في حضن أمه في الأصر وما يعرفش أن أبوه هيتقتل في اللحظة دي وأنه هيتيتم في السن ده ودخلوا هؤلاء الخوانة وقتلوا الرجل بلا ذنب مع أنه كان من أعدل الناس ومن أفضل الناس وقتلوا وبعد ما قتلوا طلعوا راح بشر الحكماء قالوا لهم احنا خلاص خلصنا على النجاش وقتلناه طيب نطلع نبشر أخوه عشان نقوله بكرة هتتوج ملكا على البلاد طلعوا راحوا قالوا لهم أبشر قتلنا أخوك خلاص وهنتوجك بكرة ملكا يعني نجاشيا على البلاد طيب خلاص خير ان شاء الله صبح الصبحية شعب الحبشة سمع أن النجاش بتاعهم اتقتل اتقتل ليه ومين اللي اتلوا وليه وازاي وفين حد الشعر في حاجة خالص ومحدش يقدر اتكلم ولا اقول اي كلمة في الموضوع وبالتالي يعني زي وقالوا كافوا على الخبر مجور وانتهت المشكلة على كده ويتوجوه تاني يوم ملكا نجاشيا على بلاد الحبشة ونسيه دموع الطفل الصغير أصحام ابن أبجر وهو جالس تحت ظل شجرة بيبكى عشان أبو اتقتل اتقتل ليه وعشان ايه وهو قتل عمره شاف أبوه رجل عادل ومحترم وطيب وعمره ما ظلم حد طب ليه قتلوا طب ليه ياتموني في السن ده ما كانش يلاقي اي اجابة على الأسئلة دي وتمر الأيام وعمه اللي هو أصبح النجاش بقى حس بشيء من الذنب فارح ضمه وضم الأسرة كلها ليه وعيشهم عنده في القصر وكده واعتبر ان أصحام ابن أبجر كأنه ابنه وبدأ ده يعملوا معاملة كويسة وطبعا ولاد عمه عملوه معاملة كويسة انه ما كانش يعرفوا ان ابوهم هو السبب في قتل في قتل النجاش الأصلي وقعد معهم فترة كبيرة وكان ظهر عليه علامات النجابة والزكاء والفطمة وماشاء الله لدرجة ان عمه حبه جدا وبقى يفضله على ولاده الحكماء بقى والعالم الظلمة دولت بدأوا يبصوا للغلام ده وعمال بيكبر وكمة في الزكاء والنباهة قالوا لا ده ممكن في يوم الآن مدام عمه بيفضله ممكن في يوم الآن يقولوا إليه الحكم يبقى هو نجاشي الحبشة ولو عارف ان احنا اللي قتلنا ابوه وخلينا عمه يمسك مكانه نجاشي الحبشة يمكن يقتلنا كلنا اقولك نخلص منه هو كمان وراحوا لعمه مرة تانية وقالوله بص بقى ما فيش حل غير ان احنا نخلص من أصحام ابن أبجر لان دوت واضح انه نبيه جدا وزكي جدا ولو عارف ان احنا اللي قتلنا ابوه ممكن بعدا ما يبقى بعد كده نجاشي ولا اي حاجة يقوم يقتلنا كلنا قالوا ماذا حرام عليكم في الاول طبعا حرام عليكم تقربنا ان انتو لسه اكلين ابوه ولسه 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 قالوا له بص مفيش حل غير كده يعني اقتلوا ينطردوا من البلد قال لهم خلص يطردوا من البلد خدوا اصحام ابن أبجر وفي لحظة غد وراحوا على شاطئ البحر كده وراحوا بيعين الواحد من تجار العبيد بعوه بستمائة درهم يعني بملاليم كده ومرضيش يقولوله ان ده ابن النجاشي السابق ولا ان احنا ولا ان عمه دلوقتي هو النجاشي الحبشة قالوا له ده غلام عندنا ومش عايزينوه بكان بأي مبلغ عرض عليهم ستمائة درهم بعوهوله بستمائة درهم وخدوه ورجعه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى والله غارب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون في نفس اليوم يا حبيبين هو اتباع النهاردة وفي نفس اليوم عمه استيقف ضميره ماشي بيكلم نفسه مدهي جدا بقى معقولة انا تسبب في قتل اخويا وفي نفس الوقت كمان بعدها فترة اتسبب في ان ابن اخويا يروح يتباع بستمائة درهم وانا بعمل ده كله عشان ابقانا النجاشي بتاع الحبشة يغور الملك وضغور الدنيا كلها عشان ان انا عملته ده فحب ينسى المشكلة اللي عملها دي فمش يلعب رياضة في مكان ما وحواليه الحرس من بعيد وبتدت الامطار تنزل وبتدت تكتر وتكتر وبتدت سيول تنزل وبتدت الرعد والبرك وفجأة ربنا يقدر ان ساعقة تنزل من السماء على الرجل ده فتحرق الرجل فيموت في تول اللحظة في اللحظة دي تلك الحكماء قالوا طب هنعمل ايه الرجل مات قالوا مش مشكلة ما عنده 12 ولد راحوا البيت لقوا اولاده الـ 12 مش زعلانين ان ابوهم مات قاعدين بيتخلقوا مع بعض وبيضربوا بعض عشان مين فيهم اللي يمسك الملك فحسوا بغلطة العمر قالوا ياه بقى احنا كنا بنعول على ان الرجل ده يمسك الملك ويبقى نجاشية الحبشة عشان ولاده الـ 12 دول موجودين ده كلهم سفهاء واغبياء ازاي نعين واحد منهم اللي يمسك الملك الحبشة ويبقى نجاشية الحبشة ده ولا واحد فيهم ينفع ام المين اللي ينفع جماعة قالوا اصحام ابن ابجر اللي انتوا لسه بيعين وبسطمئة دورهم طب ده زمان الرجل ركبوا السفينة ومشاوا السفينة ومش عارفين هي راحة فين فممكن يروحوا ببعفة اي بلد ومش نعرف نوصلوا قالوا نلحقوا جروا على طول في ساعتها يا جماعة على الشاطئ عشان يلحقوا اصحام ابن ابجر ويرجعوه ويمسكوه نجاشية الحبشة فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما ربنا قدر لهم فعلا الحمد لله لقوا اصحام ابن ابجر ورجعوه كان طبعا بقى شاب ماشاء الله ورجعوه وقالوله محدش هيمسك ملك الحبشة إلا أنت عمك مات النارضة بصاعقة نزلت من السماء كل ده هو ما عرفش ان عمه عمل كده في بوه وما عرفش ان عمه عمل كده فيه هو ما عرفش ان عمه تأمر على قتل أبوه وان عمه كمان تأمر على بيعه كل ده فاكر ان عمه بيحب وفبكى وزعل جدا على عمه ورجع ومسك ملك الحبشة وأهل الحبشة فرحه جدا جدا فرحة العمر كله بأن أصحمة ابن أبجر ابن النجاشي السابق الرجل الطيب الفاضل اللي كان بيعدل ما بينهم اللي عمره ما ظالم حد هيرجع بقى ابنه وهو اللي يمسك المملكة وهو ما شاء الله عنده زكاء وفتنة وعدل وحكمة وطيب ما شاء الله فكانوا فرحانين بيه جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب فرحا باستقبال هذا النجاشي الجديد فأصبح أصحمة ابن أبجر بطن قصتنا الجميلة الآن بقى هو النجاشي يبقى النجاشي الأولاني كان أبوه واللي بعده كان عمه والتالت هو بطننا اللي احنا عايزينه اللي هو النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر واضح القصة كده حبيبي وأظن الأمور واضحة جدا جدا وجميلة وما فيش أي مشكلة طيب ماضة الأيام والسنين ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن أصحمة ابن أبجر اللي هو النجاشي يبقى خلاص بعد كده احنا خلاص وصدنا أنه هو النجاشي هنقول بعد كده النجاشي على طول يبقى أنتوا عارفين أنه هو أصحمة ابن أبجر قدر ربنا أن أصحمة ابن أبجر النجاشي عارف الحقيقة والحقيقة ما بتستخباش كتير يا جماعة لو استخبت فترة عمرها ما تستخب كتير عارف أنه هم اتأمروا وقتلوا أبوه وعارف أنه هم اتأمروا هم وعمه على أنه هو يباع ب600 درهم وأنه هم كانوا عارفوا وأنه هم كانوا عايزين يقتلوه برضو فابتدى يعني يحزن كده من جوا معقولة عم يتأمر مع ناس غرب على قتل أبوها عشان هو نجاشي الحبشة طب ليه هي الدنيا مستهلة لناس تعمل في بعضها كده ويا ما في أمور كتيرة في حياتنا من المضحكات المبكيات اللي بتخلي الإنسان أحيانا نمسك دماغ وكده يقول مش ممكن هي ليه الناس بتتحول وبتتنازل عن أخلاقياتها وعن حاجات كتيرة من دينها علشان أمور الدنيا وعلشان شهرة وعلشان فلوس وعلشان جاه وعلشان سلطان وعلشان وعلشان ليه هي الدنيا أصلا مستهلة أي ضرب بنا سبحانه وتعالى قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يا سبحان الله فعارف أن هم اللي تأمروا على قتل أبوه وعارف أن هم تأمروا على قتله لكن رسل موضوع فيناه أن هم بعبسط طمي الدرام كان الموقف إيه منه؟ كان الموقف منه أنه هو عفى وسامح يا سلام وما فيش أجمل من إنسان لما يسامح يعني سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كلما تعفو ربنا هيزيدك عزة ده مش ضعف منك حبيب قلبي ده عزة ربنا بيزيدك عزة ورفع ومكانه فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان دعاء ليلة القدر إن النبي على السلام أمنا عايشة بتقول له يا رسول الله إن أدرقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني خدوا بالك إن كان ممكن يقول قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي لكن العفو أبلغ وأعظم من المغفرة المغفرة معناها الستر يعني يا رب استرني ودل على كده حديث النجوة لرؤية البخاري عن ابن عمر إن النبي على السلام قال يضني الله عزة جل عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقوله بل يا ربي وفعلت كذا وكذا بل يا ربي حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النهر وإذا بالعزيز غفر يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة إنما بقى العفو العفو إن الزنب يتمسح أصلا من الصحيفة المغفرة ربنا هيحزبك على الزنب دا لكن مش هعقبك عليه هو غفر لك لكن هيذكرك بالذنب دا يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نوقش الحساب عذب كما عند البخاري وفي رواية الطبراني ما نوقش المحاسبة هلك مجرد إن ربنا يا حسبك دا عذاب و هلاك فالعفو بقى إن ربنا يأمر الملايكة تمسح الذنب من الصحيفة لا تتسئل عنه ولا تتعاقب عليه هديك مثال بسيط دنياوي بسيط واحد شغال في شركة وعمل غلطات كتير قوي أزت الشركة وكل الكلام دا موجود في الملفات عند المدير فجي المدير قال له يا فلان قال له أيه قال له شايف كل الغلطات اللي انت عملتها دا موجودة عندي في الورق دا إيه رأيك أنا هأزمحك بس الورق دا هيفضل عندي في المكتب هيطلع وقت اللزوم دا يبقى غفر له ولا عافو عنه هيطلع غفر له يعني سطره لكن ما زال الحاجات موجودة فين؟ في الدرجة عنده لكن لو حبي يعفو عنه هيقول له إيه؟ هقول له أفلان شفت الغلطات اللي انت عملتها دي كلها أهي متسطر عندي في الورق إيه رأيك أنا عفيت عنك كل الورق دا هولع فيه إيه الأجمل العفو ولا المغفرة العفو عشان كده تقدر اللهم أنك عفون تحب العفو فاعفو عنا يا رب عفو عنا يا رب العالمين فالشالة في الموضوع أن النجاشي لما عرف أن هم كانوا سبب قتل أبوه وكانوا تأمروا على قتله وعاف عنه وسامحهم خلاص نبدأ صفحة جديدة والدنيا مشيت خلاص وحكم البلاد بالعدل ونشر الحب والخير بين الناس وأكرامهم غاية الإكرام وعدل ما بينهم وما ظلمش حد وبعد فترة يسيرة حصل خير كبير وشمس الدنيا كلها نورت ببعثة الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم سمع النجاشه قاعد في بلاد الحبشة إن في واحد بعث في أرض الجزيرة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن هو نبي آخر الزمان والنجاشه كالنصراني وبدأ يعني يقرأ وفعلا تأكد إنه فعلا فيه نبي آخر الزمان كما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطورة وفي الإنجيل إنه هيبعث نبي في آخر الزمان وهو الشرم بالرسول يأتي معدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ يعرف إنه فعلا هو نبي لكن الأمور كانت لسه يعني لسه برضو ما سمعش ونسه معرفش ونسه ما وصلوش بقى القرآن والسنة لسه معرفش حقا خالص فقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأ يجهر بدعوة الحق فبعض السابقين الأولين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول هؤلاء أول من آمن من الغلمان علي بن إبي طالب وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق وأول من آمن من اللساء خديجة بنت خويلد وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وابتدت أفواج الكرام السابقين يؤمنوا برسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وابتدوا يتبعوا النبي واشتد الإزاء إزاء شديد جداً كانوا مستضعفين طبعاً في البلاد وابتدى إزاء شديد جداً يصلت على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لهؤلاء المستضعفين وحزين جداً وابتداء بلال بيعذب وبتضع الصخور العظيم على صدره وعلى الظهر ويقول له يعني الرجل الذي كان يملكه يقول له أهلات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد كي يمر أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد والأحد ويوح أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ويعتق العبيد والأرقاء من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فيقول المنافقون والله ما أعتقى أبو بكر بلالاً إلا ليد كانت لبلال عنده يعني هو بيجمله أكيد بلال جمله قبل كده فإذا بالحق جل وعلا ينزل قوله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى تعالوا نشوف صور من الابتلئات العجيبة التي تعرض لها الصحابة في بداية البعثة ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبابنا وقصوتنا وقضوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف صور من الإزاء العجيبة التي تعرض لها الصحابة الصحابة جماعة تعرضوا لإزاء شديد جدا نشان نعرف قديه الدين وصلنا على أشلاء ولحوم ودماء هؤلاء الصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تعذبوا عذاب شديد جدا واحد زي عمار بن ياسر على سبيل المثال تعذب عذاب شديد جدا تعذب هو وأمه وأبوه أمه ان ضربت في موطن عفتها من أبي جاهلي عليه من الله ما يستحقه وهو يريد منها أن تقول كلمة أن تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأبت فطعناها في موطن عفتها فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام يا بنات المسلمين أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة معقولة سمية تقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام وانت لسه الحد من هذا مش لابس حجاب معقولة أمه لما تقابل سمية رضي الله عنه وارضاها على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنا كنت متبرجة مش هيب عليك لما سمية تقول لك تقول لك يا بنت يا حبيبتي معقولة أنت كنت متبرجة ده أنا تقتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألة مهمة جدا عايزين نحط المواقف دي كده نصب عيوننا فشهيدة في الموضوع اتقتلت أمه عمار قدام ابنها عمار بقى المسألة صعبة جدا لما الأم تتقتل قدام ابنها وتعذب أبو ياسر عذاب شديد جدا لحد ما مات هو كمان وما بقى يقول لعمار عذبوا عذاب شديد لحد ما في يوم الآن من شدة العذاب لم يتحمل طلبه مني يقول كلمة سيئة في حق النبي قالها غصبا عنه عشان يسيبوه ورحل من نبي وهو بيبكي يقول له يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله فتبسم نهر الرحمة يا ابو الحنان صلى الله عليه وسلم قال فكيف تجد قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد ده شوية تألهب لي يعني هم كل اللي عايزينه بس كلمتين تقولهم لا الله طلبه منك قلها من وراء قلبك عشان تنجوا من عذبهم فقال فإن عادوا فعد فنزل خول الله عز وجل إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان يا سلام عمار يعذب وأمه تقتل وأبوه وهو يعذب عذاب شديد جدا وبلال رضي الله عنه يعذب عدد كبير جدا من الصحابة عذبه عذاب شديد حتى إن الأزى وصل لشخص النبي صلى الله عليه وسلم رموا سنة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورموا الترف فقراصه وطردوا من مكة وخرج هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجون منك ما خرجت يا سبحان الله ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم يتهم في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتنزل برائتها من فوق سبع سماوات وفوق ده كله تسع مؤامرات يا حبيبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ورغم كل ده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويت إذف الطائف صلى الله عليه وسلم ويجيل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ويقول ملك الجبال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلإن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين الأخشبين جبلان بين مكة والطائف أي من الجبلين كده هم في النص قال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن وليد ومن ظهر أبي جهل أكرم بن أبي جهل إلى غير ذلك كل ذهب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تحمل النبي أزى جديد جدا ولكن في النهاية بقى صعبان عليه يعني مشهد الصحاب هم بيعذبوا ويقتلوا وبيتئزوا إزاء شديد جدا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم يعني أمرهم قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق الله تزكية عظيمة جدا جدا من أعظم التزكيات إن النبي قعد في المدينة قعد في مكة وبيقول للصحابة روحوا الحبشة في إن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ربنا سبحانه وتعالى بعث له جبريل عليه السلام يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول لصحابك كذا قل لهم روحوا الحبشة في الحبشة فيه ملك لا يظلم عنده أحد أبدا ويروحوا الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم للحبشة حداشر واحد يهاجروا على رأس هؤلاء جميعا عثمان ابن عفان وكان معا زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كانت أول أسرة تهاجر تهاجر في الإسلام بعد لوط عليه السلام فهاجر عثمان ابن عفان وزوجته رقية والزبير ابن عوام وعبد الله ابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف وأبو حليف ابن عطبة ومرأته السهلة بنت سهل ابن عمر ومصعب ابن الزبير وأبو سلم إلى غير ذلك حداشر واحد هاجروا من مكة إلى بلاد الحبشة خرجوا سرا وسلكوا طريق البحر كده ورجبوا السفينة وطلوا على الحبشة ووصلوا هناك ونزلوا فعلا لقوا الأرض أرض صدق ولقوا الملك اللي عندهم فعلا اللي هو النجاشي رحمه الله رحمة الله رجل عادل فعلا ما بيظلمش حد أبدا عمره ما تجاوز حدود مع حد عمره ما أزى حد عمره ما تصلت على حد كل إنسان بياخد حقه بالرضى وبالحب وبالمودة ولقوا المكان فعلا مكان آمن ومكان خصب جدا لنشر الدعوة الإسلامية وقدر ربنا سبحانه وتعالى يحصل موضوع كده موضوع عجيب جدا سبحان الله حصل إزاي ما تعرفش لكن هو موضوع حصل كده قدر ربنا سبحانه وتعالى إن بعض الصحابة فيهموه غلط فوصل الخبر للحبشة فجم غلط برضو إيه اللي حصل هو الحديث في البخاري إن النبي ما تصل عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام دخل الحرم فوقف يصلي وخلفه الصحابة والمشركين وقفين وراهم بيرأبوا الموقف بيشوفوا النبي بيعمل إيه هو الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي والصحابة بيصلي وراه فبدأ في صورة النجم فوصل إلى قول المولى عز وجل فمن هذا الحديث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ شوف الرابي ليه بيقول فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه إيه ده إيه جمال ده كله المشركين من كتر وقع الآيات دي على القلب أفمن هذا الحديث تعجبون حدش فيكم بيتأثر بهذا القرآن وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ معقول لما تسمعوا القرآن وما بتبكوش ربنا بيمكن عليهم إيه السبب وأنتم سامدون والسمود بلغة أهل حمير يعني الغناء يعني كان السبب في صرف القلوب عن أنه يتبكي بدل يعني أنه تضحك بدلا من أنه يتبكي كان بسببها كثرة سماع الغناء قال فمن هذا الحديث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَسَجَدَ النَّبِيُّ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ وَسَجَدَ الْمُشْرِكُونَ خلف النبي وأصحابه فظن بعض الصحابة الطيبين أن المشركين أسلموا وأمانوا والدلاء على كده لما سجدوا وراء النبي على السلام ورحوا باعتين رسالة ومستعجلين بسرعة وتعالوا يا جماعة وتطمنوا الحمد لله مكة بقت جميلة وأبو لهب بقى أخ في الله والدنيا حيبقت حلوه وبقت جميلة وتعالوا والناس أسلامته وتعالوا يلا بسرعة بعشان خلاص إيه الدنيا بقت جميلة طبعا وصل الخبر للحضاشر اللي هاجروا لبلاد الحبشة ونزلوا مكة وقبل ما يخشوا مكة مباشرة وصل لهم الخبر حي إله يا جماعة لحد أسلم والحاجة ده أبو لهب هو أبو لهب أبو جاهل زي ما هو والدنيا صعبة أوي أوي فمنهم من دخل في جوار بعض الناس عشان يحموهم ومنهم من عاد إلى الحبشة ونضم لهم ناس تانية بقى هاجر الثمانين واحد يبقى الهجرة الأولى بتاعة الحبشة كان فيها أحداشر واحد على رقصهم عثمان بن عفان الهجرة التانية بقى كانوا تمانين واحد وامرأة تمانين رجل وامرأة وراحهم هاجرين إلى بلاد الحبشة أيضا برضو هاجروا سرا دون علم كريش وكريش حاولت أنها تتتبعهم وتمشي وراهم لحد ما وصل البحر فعلا لكن كان خلاص السفن طلعت وما قدرتش كريش أنها تدرك الصحابة وأنها تمشي وراهم وتوصل لحد بلاد الحبشة ونجى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا الهجرة التانية لبلاد الحبشة اللي كانت فتح بباب خير كبير جدا على أهل الحبشة لأنه أسلم عدد كبير في الحبشة ودلعا كدا لما طلعوا ثمانين ولما جون في عام خيبر يعني سنة سبع هجرية لما رجعوا بقى سنة سبع هجرية إلا حصل يا جماعة رجعوا سفنتين كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى من المسلمين اللي راحوا ومن المسلمين اللي أسلموا بعد كدا على يد هؤلاء الصحاب الكرام من بلاد الحبشة ورغم إن حصل مهاترات ومشاكل جامدة جدا منعت الصحابة اللي هم يمناء إن هم ينشروا الإسلام في الحبشة كلها لكن قدروا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوة بسيطة كدا وتحارج بسيطة إن يسلم على قديهم عدد كبير أيضا من بلاد الحبشة إيه اللي حصل بعد كدا يا جماعة وإيه بقى الموضوع اللي حصل وكريش هتتصرف إزاي بعدما التمانين واحد دولة تهجروا لبلاد الحبشة هيعملوا إيه معاهم ويتصرفوا إزاي وهيجبوهم إزاي وهينتقموا منهم إزاي وربنا هينجي التمانين دولة إزاي وإيه موقف النجاشي مع هؤلاء الصحاب الكرام اللي جموا أثبتوا إن هم فعلا الناس بيهجروا وعشان يعني نفسهم نهم يعني يحفظوا على دينهم وعلى إيمانهم وتوحدهم لله سبحانه وتعالى ده اللي احنا نعرفه إن شاء الله الحلقة القادمة في الجزء الرابع للنجاشي هنشوف كيف استقبل النجاشي هؤلاء الصحاب الكرام وإيه موقف كريش وعملوا إيه معاهم وانشوف الوفد الإسلام اتصرف إزاي وانشوف إزاي جعفر بن أبي طالب كان أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة ده اللي احنا نعرفه حبيبي بكرة إن شاء الله في نفس المعاد يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام